يوما بعد آخر لا تزال العملة الوطنية تواجه تحديات صعبة نتيجة استمرار انهيارها أمام العملات الأجنبية وضع يلامس حياة ملايين المواطنين الذين يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة التضخم الذي سببه انهيار العملة الأمر الذي ضاعف من أسعار المواد الغذائية الأساسية كالأرز والقمح والسكر والحليب وزيت الطعام البنك المركزي اليمني وفي مهمة يسعى من خلالها إلى ضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة كان قد أعلن الشهر الماضي عن موافقته على تثبيت سعر الصرف الرسمي للمستوردين عند 470 ريال مقابل الدولار الواحد ويسعى البنك المركزي إلى الاستفادة من سحب الدفعة الأولى والمقدرة بنحو 20 مليون دولار من الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار لتمويل خطابات الاعتماد لاستيراد المواد الغذائية الأساسية وأدى استمرار تهاوي العملة الوطنية وتقلباتها أمام العملات الأجنبية إلى قلق التجار ما دفع الكثير منهم إلى تعليق وإيقاف عمليات التبادل التجاري لتجنب الخسائر نتيجة تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية ويرى مراقبون أن التأخير في وضع اللمسات الأخيرة على إجراءات السداد المسبق لخطابات الاعتماد والتي تتطلب موافقة السعودية أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار انهيار العملة ما ضاعف من تأثير ذلك النطاق المحدود على الواردات التي تجنيها الحكومة نتيجة توقف عمليات بيع النفط والغاز وخروج الكثير من المحافظات ذات الكثافة السكانية عن سيطرتها